الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين وبعد في لقائنا المتجدد في القدوة الطيبة للمرأة المسلمة مع اللقاء الثامن والخمسين في سيرة صحابية جليلة رضي الله تعالى عنها أفنت حياتها متطوعة لله لا تريد أجرا من أحد إنما تريد الأجر من الله عز وجل طبيبة مسلمة احتفى بها الإسلام والمسلمون بل كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يكرمها هي رفيدة الأنصارية أو الأسلمية وهي أمرأة من قبيلة أسلم كانت تدأو الجرحة ممن ليس لهم من يقوم بعلاجهم الذين ليس لهم أحد يدويهم أو يعالجهم كانت تقوم هي بعلاجهم في خيمة لها بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بن إسحاق ذكرها في قصة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما أصيب في غزوة الخندق فقال صلى الله عليه وسلم اجعلوه في خيمة رفيدة التي في المسجد حتى أعوده من قريب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب سعد بن معاذ هذا الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله تعالى عنه فيريد أن يزوره دائما فقال جعلوه في خيمة رفيدة وكانت تدأو الجرح وتحتسب بنفسها أي تطلب الأجر من من؟ من الله سبحانه وتعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورة على خدمة من كانت به من ضيعة المسلمين الإمام البخاري في الأدب المفرد قال حدثنا أبو نعيم قال ولما أصيب أكحل سعد يوم الخندق قيل حولوه عند مرأة يقال لها رفيدة وكانت تداوي الجرح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول كيف أمسيت وإذا أصبح قال كيف أصبحت فيخبره الأمر المهم جدا أنها كانت تتصدق بما تعلم فكانت تداوي بالمجان تعالج الناس بالمجان مهما تحدث الناس عن الإلاج بالمجان ستظل رفيدة رائدة على مر الزمان رضي الله تعالى عنها الشاعر أحمد محرم في ديوانه الإلياذة الإسلامية قال رفيدة علم الناس الحنانة وزيدي قومك العالين شانا خذ الجرحة إليك فأكرميهم وطوفي حولهم آنا فآنا وإن هجع النيام فلا تنامي عن الصوت المردد حيث كان الأيام تمر والأعوام تظل خيمة رفيدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم النموذج الرائع للخدمات الطبية في صدر الإسلام رضي الله تعالى عنها نستفيد من قصتها أن كل أخت تستطيع أن تساعد وأن تساهم في المجتمع المسلم الذي تعيش فيه بما تعلم بما تعلم وبما تتقن فعليها أن تتقدم إلى ذلك وعليها أن تنتظم في صفوف البناء لبناء صرح الإسلام مرة أخرى فإن المجتمع المسلم لا يقوم إلا بالأسرة المسلمة التي يؤدى الرجل فيها دوره الذي أناط أنيط به من الله رب العالمين ومن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكذلك تقوم المرأة المسلمة بدورها الذي كلفها الشرع بها حتى يتحقق المجتمع المسلم والأسرة الحاضنة التي تخرج أبناء وبنات يتمثلن بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عملا وقولا ودعوة في جميع حياتهم فكل أخت مسلمة قادرة على أن تساعد بما تعلم فلتتقدم في ذلك حتى نبني مجتمع الإسلام كما أراده ربنا وكما يحبه نبينا صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر